يبدو أن أزمة الطاقة أصبحت تؤرق مضجع الأوروبيين عامة وليس دولة بعينها لذلك هذا المؤتمر الصحفي الذي نقناه منذ قليل مباشرة يتحدث حول هذه النقطة وحول أن أزمة الغاز ما زالت مستمرة وسوف تضرب أكثر أيضا في فصل الشتاء أو عند قدوم فصل الشتاء هذا العام من المؤكد أن أزمة الطاقة في القارة الأوروبية ستستمر على الأقل حتى عام 2027 إثر التداعيات الكارثية في هذا القطاع بعد الحرب في أوكرانيا الأوروبيون تخذوا سلسلة من الإجراءات فيما يتصل بشراء المشترك لمصادر الطاقة بقواعد الملء والتخزين بتبادل الاحتياطات وأخيرا يتخذوا قرارا بفرض صقف لسعر النفط الروسي بقيت لديهم حزمة للتعامل مع النوبات الجنونية في أسعار الغاز بعد تجربة أغسطس الماضي حينما ارتفعت أسعار الغاز ارتفاعا كبيرا لمدة أسبوعين متتاليين في الوقت الذي كان فيه الأوروبيون يشترون الكثير والكثير من الغاز لتخزينه استعدادا لفصل الشتاء هناك أرهقت الميزانيات الأوروبية ووجدت الكثير من الدول نفسها غير قادرة على تسديد هذا الثمن المرتفع من الغاز لذلك حاولت أن تستفيد هذه الدول الضعيفة إذا صح التعبير من الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي لتقول بأننا يمكن أن نشكل جبهة موحدة لفرض سعر حينما ترتفع الأسعار فرض ما يسمونه الأوروبيون سقف الأمان على سعر الغاز هي ألية باختصار هي ألية طوارئ مؤقتة سيخرجها الأوروبيون من الدرج للتعامل دايركت مع أي ارتفاع غير متوقع ويتجاوز حدود 220 يورو للميجا وط في الساعة حينها سيفعل الأوروبيون هذه الألية لإجبار المنتجين على تخفيض الأسعار ولكن أيضا تشمل هذه الألية بأن لا تفعل إذا كان هناك تحذير من البنك المركز الأوروبي أو تحذير من المفاوضية الأوروبية